وإحنا النهاردة بنبتدي حلقتنا خلونا يعني عندنا خبرين خبر حلو جميل ومبشر وخبر فيه كلام جد وأنا بتفرق أو بذاكر كده في الخبرين جيف بالي حاجة مهمة جدا في سلوكنا إحنا كمصريين دايما كده إحنا نحب جدا نتكلم عن تطبيق القانون وإيجماعة لازم تطبقوا القانون عشان يحصل كذا 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 يا جماعة لازم تطبقوا القانون عشان يبقى فيه نظام في كذا كذا كل واحد فينا طبعا بتحدياته وبقصته الخاصة كلنا نقعد نتكلم كتير قوي عن ضرورة وأهمية تطبيق القانون ويتطبق القانون لي أبقى فرحان لكن يتطبق القانون علي هنا بقى يظهر الامتحان الأساسي لحاجة اسمها النزاهة وهو أصلا تعريف النزاهة كده إنك لو تقبل إنه الحق والصح والمزبوط والقانون يتطبق ليك ويتطبق عليك أو يتطبق عليك قبل ما يتطبق ليك يبقى أنت شخص نزيه يعني أنت قادر تواجه وتستحق أن يطبق لك القانون ببساطة كده إحنا عندنا في ضمن التحديات الكبيرة في حياتنا هي العشوائية دي تلاقي ناس مثلا في بيوتها من جوة نظيفة جدا 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 لكن في الشارع هم أكتر ناس ممكن يرموا حاجات في الشارع ويرمي في الشارع والأب يوري ولاده كده وتلاقي ناس في عربيات شيء جدا ترمي في الشارع دي نفس الفكرة بتاعت أنا عايز القانون لي مش عايزه علي وعايزه أقف في التبور لو أنا هاخد فلوس لكن مش هقف في التبور أبدا لو أنا بطلب خدمة وغيس على ده ممارسات كتير إحنا نسميها ازدواجية وإحنا نسميها تصرفات مقلوبة لكن بعض الناس بتبررها لنفسها بالضبط كده لما زي ما تكون في مكان شغلك فتستخدم ورق زيادة مناديل زيادة عارفيني الحاجات البسيطة دي؟ هي دي بالضبط فكرة الازدواجية في أن أنا الحاجات اللي ليه بيعايزها قوي والحاجات اللي عليها أنا بفاصل فيها قوي ما عرفش ليه بقول لكم الفكرة دي بس عشان عندنا خبرين حلوين خبر لينا وخبر علينا